بدلاً من أن تمسك يده قلماً وكتاباً أصبحت المطرقة رفيقة أنامله الضعيفة تنازمه في يوم عمله الطويل الممتد لثمان ساعات يومياً حمل كبير يفوق جسده الصغير كغيره من أطفال العراق ضحية حروب أنهكت البلاد والعباد وحكومة ينخر الفساد مفاصلها لا تحرك ساكناً تجاه مشاهد الأطفال في سوق العمل بحسب وزارة التربية العراقية وصلت نسبة تسرب التلامذة من المدارس إلى 20% وهي من أخطر الآفات التي تواجه مستقبل الأجيال كونها إهدار تربوي يتعدى أثره مجتمعاً كاملاً فضلاً عن قلة دور الأيتام وضعف وانعدام الخدمة المتاحة للأطفال في كثير منها أما وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق أصدرت إحصائية حديثة جاء فيها أن عمالة الأطفال تشكل حوالي 5 المجتمع العراقي تشكل نسبة الذكور منها 7% فيما تصل نسبة الإناث إلى أكثر من 2% برغم من مناشدات المنظمات الإنسانية والمهتمة بالدفاع عن حقوق الأطفال لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال في العراق إلى أنها لم تؤتي أكلها تصف هذه المنظمات الأعمال التي يقوم بها بعض الأطفال بالخطرة خصوصاً في المعامل والمصانع والورش المتخصصة بتسليح السيارات مقابل دولار ونصف أو أربعة دولارات فقط في اليوم الواحد فالظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الأسر العراقية والبعض ممن فقدوا معيلهم دفعتهم لإرسال أطفالهم إلى العمل مقابل حفنة نقود لا تصد رمق ولا تسمن من جوع ووسط هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشها العراق يعيث السياسيون فيها فساداً ونهباً للمال العام فحجم الهدر المالي تجاوز الأربعمائة مليار تم توجيهها لمشاريع وهمية تخدم مصالحهم الشخصية بينما يرزح تحت خط الفقر ملايين العراقيين عارون سيذكره التاريخ أن حكومة شردت ودمرت أجيال بأكملها ترجمة نانسي قنقر